السلام عليكم ورحمة الله برحب الجميع في كل مكان برحب بكل متابعي قناة كوليكشن النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض طريقة عمل الفستان بموديل سيفي انا هعمل الفستان لبنوتة بعمر السنة لكن الحقيقة الموديل والغرزة اللي هنشتغلهم مع بعض النهاردة بيبقوا حلوين قوي لو نفستيهم على مقاس كبير وكمان في المقاسات النسائية هقول لكم ازاي نقدر نعمله بمقاسات كبيرة ومقاسات مختلفة واحنا بنشتغل دلوقتي يلا بينا نشوف الادوات وطريقة التطبيق مع بعض طبعا هشتغل موديل سيفي فهستخدم خيوط قطن بالشكل اللي احنا شايفينه كده جنجوه الوان دخلت بعضيها كده وانت استخدمي الخيوط القطن المتاحة عندك والالوان اللي تحب تشتغلي بيها هستخدم ابرة رقم 3 مليمتر هحتاج لابرة التنظيف المقاس اي دبابيس او ماركر عشان نعلم بيها اثناء الشغل وكمان هحتاج لوحدة قياس يعني مزورة او متر اه بالسنتيمتر علشان ناخد مقاس محيط دوران رأس الطفلة اللي هنلفز لها القطع اول خطوة هبتدي اعمل حلقة البداية بالشكل ده كده اخد واحد اتنين واسحب طرف الخيط بتاعي وهبتدي اشتغل سلسلة وارتفع بسلسلة هرتفع بيها لحد ما اوصل على المزورة لمقاس محيط دوران رأس اللي انا بشتغل عليه اي مقاس هتعملي كبير او صغير بنفس الطريقة بتخذي محيط رأس الطفلة او الشخص وتبتدي تشتغل سلسلة لحد ما توصلي للمقاس المناسب يبقى احنا هنشتغل سلسلة عادية بالشكل ده كده انا المقاس اللي هشتغل هو هشتغل على خمسة واربعين سنتيمتر فيبقى هرتفع بالسلسلة دي لحد ما اوصل لخمسة واربعين سنتيمتر قطعت بالسلسلة بتاعتي زي ما احنا شايفين مع بعض لحد ما وصلت معي على المزورة لمقاسي المزبوط اللي هو خمسة واربعين سنتيمتر بعد ما وصلت لمقاسي كده هعمل ايه هبتدي ارتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة بالشكل ده كده وهبتدي الف الخيط على الابرة مرة واحدة هشتغل عمود بلفة واحدة لكن هطلع منه على تلات مرات لفيت الخيط بتاعي هفوت تلات غرز اللي هم الارتفاع واحد اتنين تلاتة وفرابع غرزة هدخل اشتغل عمود بلفة لكن سلاسي اسحب الخيط بتاعي بالشكل ده هخرج من حلقة واحدة بعدين من حلقتين فحلقتين هكرر في الغرزة اللي بعد كده هشتغل بنفس الطريقة الف الابرة بتاعتي وادخل هاخد حلقة واحدة بعدين حلقتين فحلقتين وعلى مدار السطر هشتغل بنفس الطريقة عمود بلفة واحدة لكن هخرج منه على تلات مرات حلقة واحدة حلقتين فحلقتين ولحد نهاية السطر الشكل ده كده حلقة واحدة حلقتين فحلقتين ولحد نهاية السطر السطر بتاعي بالشكل دوت وفي نهاية السطر هبتدي ارتفع للراوند الجديد تلات سلاسل بالشكل ده كده وهقلب الشغل بتاعي وفي السطر ده هشتغل نفس الغرزة السلاسية لكن هشتغل تزايد في كل غرزة هتقابلني هشتغل غرزتين مش غرزة واحدة يبقى في مكان الارتفاع هنا انا هاعتبر ارتفاعي الاول ده اول عمود يبقى في نفس مكان الارتفاع هشتغل كمان عمود بالشكل ده كده حلقة حلقتين فحلقتين والغرزة اللي بعدها هشتغل غرزتين الغرزة الاولى هدخل في نفس المكان واشتغل كمان غرزة حلقة حلقتين فحلقتين وعلى مدار السطر بنفس الطريقة هشتغل في كل غرزة غرزتين من العمود السلاسي بالشكل ده كده والحد نهاية السطر نهاية السطر بتاعي وزي ما احنا شايفين القطع معي بقت بالشكل ده من مكان ما انا موجودة هبتدي ارتفاع للسطر الجديد ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة وهلف السطر واشتغل السطر الثالث هبتدي افوت بعد الارتفاع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وفي الغرزة الخمسة هشتغل صدفة مكونة من غرزتين عمود سلاسي نفس العمود اللي انا بشتغله حلقة حلقتين فحلقتين بالشكل ده كده كمان عمود في نفس المكان حلقة بعدين حلقتين فحلقتين وبعدين هشتغل سلسلتين وهشتغل كمان عمودين في نفس المكان هلف الابرة وهدخل اخد حلقة حلقتين فحلقتين كمان عمود بنفس الطريق زي ما احنا شايفين كده بعد ارتفاعي انا اشتغلت صدفة مكونة من عمودين سلاسي سلسلتين كمان عمودين سلاسي هكمل هبتدي ارتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة وهفوت اربع غرز على السطر واحد اتنين تلاتة اربعة وفي الغرزة الخمسة هشتغل غرزة حشو وبعدين ارتفع تلات سلاسل وهفوت على السطر اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وفي الغرزة الخمسة هشتغل نفس الصدفة اللي اشتغلتها هلف الابرة وهدخل اخد عمود سلاسي حلقة حلقتين فحلقتين وبعدين كمان عمود في نفس المكان بعدين سلسلتين اشتغل كمان عمودين حلقة حلقتين فحلقتين كل العواميد اللي بنشتغلها عواميد سلاسية بنخرج منها على طلات مرات دي ما احنا شايفين كده بالشكل ده كده هبتدي اقرر اخد تلات سلاسل هفوت اربع غرز واحد اتنين تلاتة اربعة وفي الخمسة هشتغل حشو ومن مكان الحشو هرتفع تلات سلاسل وبعد كده هفوت اربع سلاسل وهشتغل الصدفة بتاعتي بنفس الطريقة وهقرر على مدار السطر لحد بانه احنا شايفين مع بعض بعد ارتفاعك في اول السطر بتفوتي اربع سلاسل في الخمسة بتشتغلي صدفة تلات سلاسل في الخمسة بتشتغلي حشو تلات سلاسل بتشتغلي في الخمسة صدفة تلات سلاسل في الخمسة حشو تلات سلاسل في الخمسة صدفة مرة بتشتغلي حشو مرة بتشتغلي صدفة وكل دوت فيه الغرزة الخمسة اللي بتقبلك على السطر انا كده في نهاية السطر بتاعي اشتغلت اخر غرزة حشو معايا بالشكل ده كده وبعدين هرتفع من الحشو الثلاث سلاسل بشكل طبيعي هفوت كل اللي على السطر دوت فيه السطر الاخير هاشتغل غرزة سلاسية بالشكل ده كده ويبقى انتهى السطر معايا بالشكل اللي احنا شايفينه كده يبقى من نهاية السطر هنا كده بالشكل ده كده هبتدي ارتفع للسطر الرابع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة هلف الشغل بتاعي شايفين غرزة الحشو اللي كنت بعملها في السطر السابق انا هفوتها كلها وهاشتغل على الصدفة بتاعتي انا هاشتغل اربع عواميد على الصدفة لكن هاشتغلهم بطريقة البريد الخلفي والامامي هلف الابرة بتاعتي بالشكل ده كده زي ما قلتلكوا هفوت غرزة الحشو كل السلاسل دي وهروح على الصدفة مباشرة اخد اول عمود من الصدفة شايفين العمود الاول هدخل من امام العمود بالشكل ده كده واخد الخيط وهاشتغل العمود بتاعي حلقة حلقتين فحلقتين كمان العمود اللي بعده على طول هو العمود التاني على الصدفة هبتدي اشتغل بنفس الطريقة ادخل من الخلف كده واخد العمود امامي وبعدين هاشتغل عمود حلقة حلقتين فحلقتين بشكل طبيعي نفس العمود بتاعي بالشكل ده كده بعدين من هنا كده هاخد سلسلتين اللي هما السلسلتين اللي كانوا في منتصف الصدفة هاشتغل العمودين التانيين اللي على الصدفة بنفس الطريقة الف الابرة وهدخل اخد العمود بريد امامي بالشكل ده واخد حلقة حلقتين فحلقتين وهقرر في العمود الاخير بنفس الطريقة حلقة حلقتين فحلقتين بالشكل ده كده هدخلها على السطر هدخل هاتفع 3 سلاسل بالشكل ده وههفوت غرزة الحش وكل السلاسل دي وهو الativa وهاروح مباشرة على الصدفة اللي بعد كده على طول هاشتغل بنفس الطريقة على العمود الاول على الصدفة هاخده بريد امامي بالشكل ده كده وهاشتغل الغرزة بتعتي نفس الطريقة بعيد الصدفة تاخد العمود الثاني على الصدفة بالشكل ده. بريد امامي وهاشتغل العمود بتاعي. حلقة. حلقتين فحلقتين. اشتغلت اول عمودين من الصدفة بشكل بريد امامي بالشكل ده. هاخد سلسلتين اللي هما في منتصف الصدفة وهكمل على الصدفة بشكل طبيعي. ايه العمودين بعد كده. العمود الاول. بعضين العمود التاني. وهكمل بنفس الطريقة. هياخد ثلاث سلاسل ارتفاع وهاشتغل كل الصدفة هتقابلني. هاشتغل عليها عواميد بريد امامي على الاربع عمدة. وباخد السلسلتين بنفس الطريقة لكن كلها بشكل خلفي. ولحد نهاية السطر. شايفين معي شكل القطعة هيبقى كده. انا هنا كده في نهاية السطر. اشتغلت على اخر صدفة بشكل آآ بريد امامي بالشكل ده كده. آآ وفضل عندي اخر غرزة هبتدي الف الابرة. وهاشتغل عمود سلاسي على اخر غرزة اللي هي سلاسل الارتفاع اللي في السطر سابق. بس انا بعد الصدفة بالشكل دوت هرتفع الثلاث سلاسل بشكل طبيعي. زي ما انا ماشي على السطر. وهبتدي اشتغل العمود بتاعي. انتهى معي السطر على كده. هبتدي للسطر الخامس ارتفع ثلاث سلاسل. وعلى السطر الخامس هنرجع هنشتغل السطر آآ اللي فيه صدف بشكل طبيعي آآ صدف وحشو تاني. بالشكل ده كده. الف الشغل بتاعي. وفيه منتصف الصدفة. شايفين? الصدفة اللي انا اشتغلتها بشكل آآ خلفي. فيه سلسلتين اللي في المنتصف هشتغل الصدفة بتاعت. بعد الارتفاع كده هروح مباشرة في منتصف الصدفة. اشتغل عمودين. سلسلتين كمان عمودين في نفس المكينة. اشتغلت الصدفة بتاعتي هيخد ارتفاع ثلاث سلاسل. وفيه الفراغ اللي ما بين الصدفتين. بالشكل ده كده هشتغل غرزة الحشو. من غرزة الحشو هرجع ارتفاع ثلاث سلاسل. وبعدين في منتصف الصدفة اللي بعد كده هشتغل صدفة جديدة. وهكرر على السطر آآ في كل منتصف صدفة هشتغل صدفة. وعلى الفراغ اللي ما بين الصدفتين هشتغل غرزة حشو. وبنفس الطريقة لحد منهي السطر بتاع. اشتغلت بنفس الطريقة وانا دلوقتي على نهاية السطر. اشتغلت اخر صدفة. وهبتدي ارتفع الثلاث سلاسل بشكل طبيعي. وهشتغل في سلاسل الارتفاع اللي في السطر السابق اخر غرزة بالنسبالي. غرزة عمود سلاسل. نهاية السطر هبتدي ارتفع للسطر الجديد ثلاث سلاسل. وعلى السطر السادس هرجع اقرر السطر الخلفي. مرة تانية على الصدف. والحقيقة ان انت هتفضل اتقرري من السطر الخلفي والسطر الطبيعي دوت من الصدف لحد ما توصلي لمنطقة الباطل المناسبة بالنسبالي. يبقى من مكاني هنا انا هرجع اشتغل الصدفة بشكل خلفي. هلف الابرة واشتغل على اول عمود. بالشكل ده كده. غرزة بريد امامي لكن بالغرزة السلاسية. بالشكل ده كده. العمود التاني. هشتغل بنفس الطريقة. حلقة. وبعدين من حلقتين في حلقتين. هاخد السلسلتين. وهرجع اشتغل العمودين. اللي على الصدفة. بالشكل ده كده. نهيت الصدفة بشكل خلفي. هعمل ايه? هاخد سلاسل الارتفاع ثلاث سلاسل. وهروح مباشرة على الصدفة اللي بعد كده اشتغلها بشكل خلفي. والحد نهاية الصدفة. شايفة بترتفعي بالسطور بنفس الطريقة. السطر اللي في آآ غرزة الصدفة الحشو. والسطر اللي فيه غرزة الصدفة معمولة بال الغرزة الامامية او البريد الامامي. بالشكل ده كده. لحد اما بتوصلي بالقطعة لمقاس الباطل مناسب. يعني لما نعدل القطعة بالشكل ده كده. نحط في المنتصف هنا الباك او الده. ونعدل القطعة. يبقى انت وصلتي لما تغذي هنا هوت كده هوت آآ جزء للباط بتاعك. يبقى انت وصلتي لمنطقة الباطل المناسب. آآ بتتوقفي بس بتتوقفي على السطر الخلفي. يعني لو وصلتي على المقاس على السطر اللي هو آآ آآ جرزة صدفة غرزة حشو بالشكل ده. لا بترتفع كمان سطر علشان تبقي على السطر آآ اللي فيه جرز خلفية بالشكل ده. السطر اللي احنا اشتغلناه جرز خلفية زي ما احنا شايفين كده بيدينا بروز. البروز ده بيدينا شكل حلوة قوي للغرزة. هتلاقوه على وش القطعة لكن على ضهر القطعة مش موجود. بالشكل ده كده. اما بنوصل للمقاسي المناسب بالنسبة لنا. بنعمل ايه? بنبتدي ناخد لنفسنا آآ مسافة للباط من هنا ومن هنا بشكل سليم. الاول بنقفل القطعة من الباك هنا. من اخر السطر مكان منا موجودة. في الناحية التانية على علشان اوصل الدايرة ببعضها. في اول غرزة من غرز الارتفاع اللي في اتجاه التاني. بالشكل ده كده. هاقفل غرزة منزلقة. بالشكل ده كده. اتقفلت معي. هبتدي اعدلها النفسي كده واخد مساحة من هنا ومن هنا. مساحة طبعا متساوية للباط. خطت لنفسي مسافات متساوية لمكان الباط وحطيت فيه علامة بالشكل دوت كده. مسكت المكان بتاعي من الامام ومن الخلف. بالشكل ده كده. من هنا كده بعد ما حددت لنفسي مكان الباط المناسب. هبتدي اكمل الشغل بتاعي. من مكاني هنا. انا هنا في المنزلقة اللي قفلت بيها الدايرة بالشكل ده كده. هبتدي اكمل على السطر بشكل طبيعي. هشتغل في كل فراغ هيقابلني صدفة جديدة. شايفين دي السلسلتين اللي ما بين آآ غرز الصدفة الخلفية بالشكل ده. هبتدي من هنا. انا عايزة انتقل في جوه الفراغ نفسه عشان يبقى ده بذيت السطر بتاعي. فهعمل ايه من المنزلقة اللي انا فيها. هشتغل كمان منزلقة عشان اقرب. في الغرزة اللي بعدها. قربت على الفراغ اللي انا عايزة ادخل جواه. يبقى هخش جوه الفراغ واشتغل كمان منزلقة. يبقى انا اشتغلت منزلقة وقفلت السطر في منزلقة في منزلقة ودخلت جوه الفراغ اللي ما بين عواميد الصدفة كبه هبتدي دلوقتي ارتفع ثلاث سلاسل وهشتغل الصدفة بتاعتي كمان عمود سلاسي سلسلتين كمان عمودين في نفس اتنين اتكونت عندي الصدفة بالشكل ده كده في الفراغ اللي بعد كده على طول هشتغل كمان صدفة بدون اي ارتفاع ولا اي حاجة مباشرة كده هروح هشتغل نفس الصدفة بالشكل ده كده عمودين سلاسي بالشكل ده غرزتين سلسلة كمان عمودين في الصدفة اللي جاية اهي في منتصف الصدفة هشتغل الصدفة جديدة بالشكل ده كده يبقى انا بشتغل في منتصف الصدفة صدفة وكمان في الفراغ اللي ما بين الصدفات صدفة برضو بالشكل ده كده وحد ما اوصل للمارك الموجود بتاعي في علامة البوت بالشكل ده خلصت ووصلت لي المكان اللي فيه المارك المفروض ان ده الفراغ اللي فيه المارك بتاعي هعمل ايه هشتغل جواي صدفة بالشكل ده كده جوه المكان اللي فيه المارك سلسلتين كمان عمودين بعدين المكان اللي فيه المارك اللي فيه المارك اللي ماسكه في الاتجاه الخلفي هروح اشتغل فيه صدفة يبقى انا تخطيت كل المساحة بتاع الباط واشتغلت في مكان المارك الامامي والخلفي اه اشتغلت في الامامي هروح مباشرة اشتغل في الخلفي او في الفراغ الخلفي اشتغل الصدفة بشكل طبيعي وهكمل على السطر بنفس الطريقة ما بين الصدفة او او في فراغ الصدفة هشتغل صدفة وفي الفراغ اللي ما بين الصدفات هشتغل برضو صدفة والحد ما اوصل للمارك اللي جاي وهاشتغل فيه بنفس الطريقة وصلت لي المارك اللي في اتجاه التاني واشتغلت الصدفة بتاعتي جوه اول اه فراغ المارك ماسكه فيه الجهة الامامية في الجهة الخلفية هروح اشتغل اه الصدفة بالشكل ده كده سلسلتين كمان عمودين وهكمل السطر عادي بنفس الطريقة في كل فراغ هيقابلني اشتغل صدفة لحد ما اوصل لنهاية السطر شايفين ابقى انا لو شلت المارك يبقى خلاص كده بالنسبالي منطقة البوط تحددت بالشكل ده كده وهكمل لحد ما اوصل للبداية بتاعتي مارك وصلت لنهاية السطر بالشكل ده واشتغلت اخر صدفة معايا هبتدي في سلاسل الارتفاع اقفل منزل اصبحت معايا دلوقتي القطعة بالشكل ده دايما احنا شايفين كده مكان البوط اتوصل السطر اللي احنا اشتغلناه هو اول سطر في الدايرة المغلقة للفوستين شايفين من مكاني هنا هبتدي اكمل بعد ما قفلت منزلقة ونهيت السطر هاشتغل كمان منزلقة في الغرزة اللي بعدها على طول علشان انا عايزة ابقى جوه منتصف الصدفة علشان يبقى البداية بتاعتي مزبوطة اشتغلت كباية منزلقة جوه الفراغ بتاع الصدفة هعمل ايه هرتفع للسطر الجديد ثلاث سلاسل وهشتغل بنفس الطريقة مش هغير اي حاجة هشتغل الصدفة جوه الصدفة عمود سلاسي جنب الارتفاع بقوا متنين سلسلتين كمان عمودين اشتغلت الصدفة بتاعتي فيه منتصف الصدفة بالشكل ده كده هاخد سلسلتين وهروح على منتصف الصدفة اللي جاية اشتغل الصدفة هيا هيا عمودين سلاسي سلسلتين كمان عمودين يبقى انا بعيد السطر اللي فات لكن الزيادة ان انا ما بين الصدفات عملت سلسلتين بالشكل ده كده كل انا هعمله هامشي على السطر بنفس الطريقة بعد كل صدفة هياخد سلسلتين طبعا ما كنتش باشتغله بالسطر السابق السطر ده هشتغل سلسلتين وبعدين هروح مباشرة في منتصف الصدفة اللي جاية اشتغل الصدفة بتاعتي وهرتفع بنفس الطريقة ديت لمدة خمس سطور مش هغير اي حاجة في نهاية كل سطر بتشتغلي منزلقة في منزلقة حتى تبقى في منتصف الصدفة وتبتدي تشتغلي جوه الصدفة صدفة جديدة وتاخدي سلسلتين صدفة سلسلتين في منتصف الصدفة تشتغلي صدفة وهكذا لمدة خمس سطور ارتفعت خمس سطور زي ما احنا شايفين مع بعض كده واصبحت القطع معايا كده هنبتدي دلوقتي نعمل تزايد من مكان ما احنا موجودين بعد السطر الخامس هبتدي اه انا اقفلت منزلقة اه عايزة ان انا ابقى في منتصف ايه الصدفة كالعادة فهشتغل منزلقة على كل الغرز اللي عندي لحد ما اوصل لمنتصف الصدفة بالشكل ده كده وصلت لمنتصف الصدفة هعمل جواها منزلقة بالشكل ده بقيت على بداية السطر بشكل سليم هارتفع تلت سلاسل وهشتغل الصدفة بتاعتي بس المرة دي هشتغلها تلت اعمدة مش عمودين انا اشتغلت ارتفاع وكمان عمود هشتغل كمان عمود يبقى تلت اعمدة بالشكل ده كده سلسلتين كمان تلت اعمدة في نفس المكان يبقى انا زودت عمودين على الصدفة كنت بشتغل الصدفة عمودين سلسلتين عمودين لا المرة دي هشتغلها تلت اعمدة سلسلتين تلت اعمدة بالشكل ده كده هبتجي دلوقتي ارتفاع او هيخد تلت سلاسل انا كنت بشتغل المرة اللي فاتت سلسلتين ما بين الصدفة لا المرة دي انا زودت سلسلة وزودت عمودين للصدفة بالشكل ده كده خدت تلت سلاسل هروح على الصدفة اللي بعضها على طول في فراق الصدفة هشتغل آآ الصدفة جديدة مكونة من تلت اعمدة بالشكل ده كده سلسلتين كمان تلت اعمدة في نفس المكان خلصت الصدفة بتاعتي هبتدي ااخد تلت سلاسل وحشتغل صدفة جديدة في منتصف الصدفة يبقى السطر بتاعي هشتغل بنفس الطريقة هشتغل جوه الصدفة صدفة جديدة لكن المرة دي انا زودت عمودين للصدفة وزودت سلسلة يبقى بشتغل الصدفة من ست اعمدة ما بينهم سلسلتين وبياخد تلت سلاسل وبشتغل الصدفة الجديدة ولحد نهاية الصدفة ارتفعت بالسطور بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين مع بعض ارتفعت بخمس سطور بالصدفة اللي فيها ستة عمدة زي ما ارتفعنا في البداية بالصدفة اللي فيها اربع عمدة خمس سطور ارتفعت كمان خمس سطور من الصدفة اللي بستة عمدة بنفس الطريقة دي بيكون التزايد بتاعك كل خمس سطور بتزودي عمودين على الصدفة بتاعتك وده لحد 12 سنة اما بالمقاس البالغ بعد 12 سنة يعني لو بمقاس نسائي مثلا زي كدهوت زي ما قلتلكم انه الموديل ده حلوة قوي وبجد اللي هيطبقه بمقاس بالغ او بمقاس نسائي هيلاقيه حلوة قوي وشيك جدا في اللبس يعني بيبقى التزايد في في المقاس البالغ كل 8 سطور مش كل 5 سطور يعني 8 سطور الاولى بيكون بالصدفة اللي فيها اربع زي ما اشتغلناها مع بعض التمن سطور الثانية بيبقى فيها 6 اعمدة التمن سطور الثالثة بيبقى فيها 8 اعمدة التمن سطور اللي بعد كده فيها 10 اعمدة وهكذا بيبقى عندك طبعا القطعة فيها طول فكل 8 سطور بتزودي عمودين زيادة على الصدفة بتاعتك دلوقتي انا مش حابة اطول اكتر من كده بالنسبة للمقاس بتاعي الطول ده مناسب فهبتدي اقفل منها اما كان هنا في نهاية السطر دي اخر منزلقة اللي اقفلت بيها السطر اه واشتغلت كمان منزلقة في الغرزة كالعادة علشان اوصل لمنتصف الصدفة اللي هي المفروض بداية السطر بتاعي كمان منزلقة بالشكل ده هبقى انتقلت فيه منتصف الصدفة هبتدي ارتفع خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعد كده هرجع تاني افوت اول سلسلة من تحت الابرة على طول وفي تاني سلسلة على طول هدخل في بوكلة الغرزة بالشكل ده كده شايفين انا دخلت في الغرزة هدخل اخد الخيط واشتغل غرزة حشو بعدين فيه من نفس المكان هاخد كمان عمود سلاسي اللي كنت باشتغله حلقة في حلقتين في حلقتين بشكل عادي وبعد كده هاخد سلسلتين هنزل في السلسلتين دول في بوكلة الغرزة فوق على راس العمود السلاسي بالشكل ده هاخد غرزة حشو هكرر كمان مرتين هاخد عمود سلاسي بالشكل ده ارتفع فوقه سلسلتين وهنزل فيه على راس العمود كده في بوكلة الغرزة هدخل اخد غرزة حشو بالشكل ده كده اشتغلت كده المفروض مع الارتفاع يبقى ثلاثة هشتغل كمان واحد في نفس المكان يعني اربعة عمود سلاسي وفوقه سلسلتين وفي بوكلة غرزة العمود السلاسي ده تحت هعمل ايه هاخد غرزة حشو بالشكل ده كده بعد كده هوت هاخد ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة وفي الفراغ اللي بعد الصدفة اللي انا اشتغلت جواها في فراغ معي هل هو الثلاث سلاسل اللي كنت باشتغلهم ما بين الصدفات هعمل عليهم غرزة حشو بالشكل ده كده بعدين هرتفع الثلاث سلاسل وفي منتصف الصدفة اللي جاي هشتغل بنفس الطريقة اربع عمودة سلاسية لكن على راسهم باشتغل السلسلتين وفي بوكلة السلسلتين بالشكل ده كده على راس العمود باخد غرزة حشو وهكرر بنفس الطريقة لمدة اربع غرس كمان ادي كمان غرزة هرتفع فوقها بسلسلتين وفي بوكلة السلسلتين كده هرجع ااخد غرزة حشو الثالث الثالث سلسلتين وفي بوكلة غرزة السلسلتين برجع ادخل شايفين باخد غرزة حشو وبعدين اخر غرزة معايا اللي هي الغرزة الرابعة بالشكل ده كده هرتفع سلسلتين وفي بوكلة الغرزة هياخد غرزة حشو وهقرر بنفس الطريقة الفراغ اللي بعد كده اللي هما الثلاث سلاسل هرتفع بتلاث سلاسل وهروح هشتغل عليهم جرزة حشو ثلاث سلاسل عشان انتقل للصدفة اللي بعد كده وهشتغل بنفس الطريقة الاربع اعمدة وفوق الاربع اعمدة باخد سلسلتين وبشتغل في بوكلتهم جرز حشو بالشكل ده كده ولحد نهاية السطر اشتغلت بنفس الغرزة زي ما احنا شايفين كده ووصلت لي نهاية السطر اشتغلت على اخر صدفة فاضل عندي الفراغ بالشكل ده كده هشتغل بشكل طبيعي ثلاث سلاسل وهنزل اشتغل جرزة حشو على الفراغ بالشكل ده وبعدين ثلاث سلاسل وهقف المنزلقة في سلاسل الارتفاع او في اول غرزة معاي على السطر بالشكل ده كده هنهي السطر بتاعي واقمن الشغل بتاعي بكمان سلسلة وارفع الخيط وقص هذه شغلي هبتدي قلضم زوائد الخيط فيه ابرة التنظيف بالشكل ده وابتدي ادخلها في شغلي شوية بخيوط عادية علشان اتخلص من زوائد الخيط لده كده واتخلص من زوائد الخيط اللي موجودة معاي دي في الخيوط ركبت للفستان زرار بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض وبقى الباك بتاعه بالشكل ده واشتغلتله فيونكا بسيطة من شراية الستان وركبتها في المنتصف بالشكل ده برضو خيوطة بالابرة والفتلة العادية طبعا التزيين ده اختياري زي ما تحبي وحسب رغبتك وزوائك اتمنى يكون موديل النهاردة عجبكم بجد هو موديل حلوة قوي وزي ما قلتلكم هو موديل نسائي ينفع تشغلي على مقاس كبير او بالغ اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم ما تنسوش تعملولي لايك وازا بتتابعوني او بتشوفوني لاول مرة وحابين تشتغلوا معنا النماذج والاشغال اللي بتنزلها على القناة ما تنسوش تعملولي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديدي على قناة اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا